يقول منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد لله ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في ميناء استنومت ويقصد عن أن احتدم وأصبحت في اليوم الثالث جنوبا وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجنت الشيطان وعند عودتي إلى مكة المكرمة تصلت وصليت المغرب والإشاء وتستوا في الإفاظة ومضيت يقول حتى الآن لم أزبح أرجو إعلاني هل كان حجي صحيحا وهذا الزبح واجبا أم لا لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه حجه لا يفصل بما ذكره ولكن يجب عليه إذا احتلم في ميناء أو غيرها من المشاعر أن يغتسل فإن تعذر عليه ذلك وخاف ثوث الوقت فإنه يتيمم ولكن إذا تيمم لصلاة التجري مثلا التي خاف ثوث وقتها وقتها فإنه يتعين عليه أن يتضمى في النهار ليغتسل ويصلي لغصر لا وعما هل يجب عليه الهدي قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذن ألا يكفي التيمم عن الإنسان يغتسل بما؟ ما يكفي إلا إذا تعذر استنال الماء فإنه واجب التطهر بالماء نعم فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر بالستناله جاذع نسائنا طيب بالنسبة للبادح الذين يقومون في البر يكون عليهم أدة جنابات ويتيممون على هل ينزمهم إذا وردوا للبلد؟ نعم ينزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يقفلوا عن الأشياء الماضية عن الأشياء الماضية لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعا مطلقا وإنما الارتفاع حتى يجد الماء وهكذا أيضا في الوضوء يتيمم عن حدثنا أصغر ووجد الماء وجد عليه أن يتوضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب صهور المسلم أو قال وضوع المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فلتق الله ولمسه بشرته فلا أبد من هذا عودنا على سؤال الأخ لقول وأما الهدي فلنهدي هل يجب عليه أم لا لأنه إن كان متمتعا وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي وكذلك إن كان قارنا أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد فإنه لا يجب عليه حد نعم نعم ترجمة نانسي قنقر